بسم الله الرحمن الرحيم على هامش فعاليات المحفل العلمي الدولي الرابع عشر الذي نظمته منصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية في العراق وتحديدا في أربيل عاصمة قليم كردستان العراق على مدى خمسة أيام متصلة وقيم معرض لتوثيق الأعداد التي صدرت من مجلة صدى أريد المجلة الناطقة باسم منصة أريد مجلة إعلامية تعنى بتغطية أخبار ونشاطات المنصة هذه المجلة إلى جانب زميلاتها الخمس الأخريات اللي هن مجلات علمية محكمة وظيفتها تختلف تماما هي تعنى بنشر كل ما يتعلق بأنشطة منصة أريد وباحثيها صدر العدد الأول منها في حزيران من عام 2020 واستمرت حتى يومنا الحاضر صدر منها حتى الآن 35 عددا زواياها الثابتة هي تحتوي على مقال افتتاحي فيه وجهة نظر المنصة وأمانتها العامة إضافة إلى صفحات مخصصة للأخبار والتقارير التي تغطي الأنشطة والفعاليات العلمية العديدة التي تقدمها منصة أريد في مختلف أنحاء العالم والتي تهتم بكل ما يقدمه الباحث العربي والناطق بالعربية أيضا فيها زوايا أخرى ثابتة في صفحة في رحابة جامعات وصفحة عالم فوق المنصة طبعا صفحة في رحابة جامعات تسلط الضوء على الجامعات التي تنضوي تحت خيمة المنصة تسلط الضوء على ما فيها من كليات ومراكز بحثية وتعرف بها كجزء من اهتمام المنصة بتسويق الجامعات التي توقع معها اتفاقيات أما زاوية عالم فوق المنصة فهي زاوية نجري فيها لقاءات مباشرة مع العلماء الأعضاء في منصة أريد لكي نسلط الضوء فيها على منجزاتهم البحثية وسيرتهم العلمية كي يستفيد منها الباحثون أعضاء المنصة الذين تجاوز عددهم والحمد لله أكثر من 120 ألف باحث إضافة إلى هذه الزوايا أيضا لدينا زوايا أخرى زوايا أدب وشعر والتي تشرف عليها الدكتورة أميرة سنبس من المملكة العربية السعودية إضافة إلى زاوية واحة العربية ويحررها الدكتور بسام الأغبر من دولة فلسطين وإضافة إلى زاوية تأملات إعلامية التي يحررها الدكتور طاه الزيدي عضو الأمانة العامة للمنصة وعضو اللجنة الاستشارية العليا ورئيس جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية المجلة بفضل من الله وبفضل الفريق الذي يعمل فيها منذ بداية تأسيسها وحتى الآن بدءا من رئيس مجلس إدارة الدكتور سيف السويدي الرئيس ومؤسس منصة أوريد إضافة إلى المتحدث مدير التحرير وفريق آخر يضم فريق تحرير يضم أعضاء من المنصة يمتلكون المهنة الإعلامية والمهنة الصحفية من مختلف الدول العربية منهم الأخت مها شرف والأخ أحمد زين باحميد من اليمن وآخرين جهد يستحق الثناء والتقدير جهد يبعث على الفرح والسرور لأنه يضيف لمسات جميلة هو يسوق أنشطة المنصة هذه المجلة تصل عبر البريد الألكتروني إلى جميع أعضاء المنصة وفي العدد الأخير والذي قبله غيرنا الهوية البصرية للمجلة وكما يظهر في هذا البوستر وهذا الملصق العداد الثلاث والثلاثين كانت هوية بصرية مستمدة من الهوية البصرية لشعار منصة أوريد عندما المنصة غيرت الهوية البصرية لها أيضا المجلة وآخر عدد صدر على هامش فعاليات المحفل العلمي الدولي الرابع عشر هو العدد الخامس والثلاثين وهذا هو هذه نسخة مطبوعة منه بين يدي تضمن الكثير من الأخبار والتقارير المقالة الافتتاحي منها حمل عنوان لماذا اختارت أوريد العراق مكانا لمحفلها الدولي إضافة إلى أن أوريد تفتح عفاق التعاون مع الجامعة الإسلامية في المالديف وكما يظهر من الأخبار والأنشطة التي تنشرها هذه المجلة التي هي الصوت الرسمي للمنصة فهي تركز على التمدد الإيجابي لمنصة أوريد في مختلف أرجاء المعمورة والذي يهدف إلى الوصول إلى كل الباحثين الناطقين بالعربية وتسويق منتجهم البحث وجعلهم يحتلون المكان التي يستحقونها بين أقرانهم في مختلف أرجاء العالم أيضا في هذا العدد المميز بألوانه وبتفاصيله صلتنا الضوء في رحابة جامعات على أحدى الجامعات الخاصة في محافظة في أربيل عاصمة قليم كردستان هي جامعة جيهان فضلا عن الجامعة العراقية التي هي الجامعة الحكومية وهذه الجامعة هي كانت الراعي العلمي الأساسي للمحفل إضافة إلى الزوايا والتفاصيل الأخرى التي نشرتها المجلة خلاصة القول أن من أجمل ما في منصة أوريد أنها رغم كونها منصة علمية متخصصة بالبحث العلمي وبتسويق البحث العلمي لكنها لم تغفل النشاط الإعلامي الذي هو الأساس في تسويق أي نشاط آخر بدون الإعلام لا يمكن أن يعرف المجتمع طبيعة الأنشطة التي تقدمها هذه المنصة الرائدة التي هي الأولى من نوعها التي تعنى وتهتم بالباحث العربي والباحث الناطق بالعربية وتريد الوصول إليه أينما يكون في المستقبل لنا طموحات أكبر في أن تتوسع المجلة وتصبح أكثر تركيزا على أنشطة المنصة وتسويق جميع أنشطة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تنضوي تحت خيمتها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسب لنا ما نقوم به من عمل في هذه المجلة وفي المنصة وفي كل تفاصيل العمل في ميزان حسناتنا فمنصة أوريد منصة مجانية هدفها أن تخدم البيئة البحثية الناطقة بالعربية وتضاعها في المكان التي تستحقها ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق في كل وقت وزمان